اهلا بحضراتكم من جديد المجموعة الزمالك فاركو امبي سيراميكا كليوباترا غزل محلة طلاع الجيش في فترة التوقف الرابط قالت هنعمل البطولة دي ودي بطولة جديدة وبطولة حديثة علشان اللعيبة ما تقفش كتير لكن انا لي تعقيب على الجدول اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم او القرع اللي تم تنبارح بارح سميها التصرحات الحج عامر حسين ده راجل محترم جدا وبكن ليه كل الاحترام ودقوب ودائما بيشتغل بحب وبيخلاص لكن وقفت شوية عند التصرحات اللي قالها فكرة الملاعب دلوقتي ان فيه ملعب ممكن بيشترك فيه تلات فرق مثلا نقول بيتروسبورد بيلعب فيه مثلا تلات فرق فالتلات فرق احنا مش هنحط دلوقتي او هنوزع الفرق في المجموعات مش هنقدر نحط التلات فرق مع بعض علشان ما يتقابلوش على نفس الملعب ويبقى عندنا مشكلة في الملاعب فلما بنقول الكلام ده يبقى ايزا البطولة النهاردة فقدت الهمية بتاعتها لما بنقول بطولة قوية تبع الرابطة كأس الرابطة بطولة حديثة لازم نبتدي صح الصح ان احنا ما نقولش عشان الملاعب يبقى النهاردة فين تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص النهاردة مبارح لما بنشوف مجموعة الاهلي لما بتتسحب القرعة مجموعة الاهلي بتحط كلها وبعد كده بتحط المجموعات التانية حد عمره شاف قرعة كلام ده ولا بتحط الأول رأس المجموعات بعد كده توزيع الفرق على كل مجموعة مجموعة الاولى التانية التالتة وارجع تاني اولى تانية تالتة ما ينفعش ده نحط مجموعة كاملة كل الفرق يبقى النهاردة ما فيش تكافؤ فرص علشان كده احنا بنبتدي البطولة يعني بعدم حيادية ما فيهاش تكافؤ فرص ده تعقيبي الاول الحاجة التانية بقى في المكافآت النهاردة احنا بنعمل بطولة وبطولة دي فرصة كويسة أن احنا نجاهز اللعيبة بنقول المكافآت المكافآت النهاردة المركز الأول كل فرقة تأخذ أو تحصل على 100 ألف جنيه الحاجة التانية المركز الأول مليون ونص المركز التاني مليون المركز التانية 500 ألف جنيه الرابع 250 ألف جنيه مكافآت ضعيفة جدا مكافآت ضعيفة جدا هيجي واحد يقول لي طب ما الدور الممتاز ما فيهش مكافآت بس فيه عود رعاية فيه لما بحصل على البطولة وعند عدد سنين إنجازات بأخذ أنا الرقم الأكبر فالنهاردة هو ده بالنسبة للدور الممتاز لكن بطولة زي دي لازم يكون العائد كبير خاصة دلوقتي اسم زي النادي الأهلي في فترة التوقف اللي احنا بنقول فيها ما يقرب من شهر النادي الأهلي النهاردة لو أقام مباراة خارجية وعمل معسكر خارجي وعمل ماتشين رقم النادي الأهلي اللي بتحطي في الماتشات لا يقل عن 250 ألف دولار و300 ألف دولار يعني بتتكلم في ماتشين 600 و700 ألف دولار يعني أرقام كبيرة النهاردة إذا لما اشترك في بطولة زي كأس الرابطة دي ومسلا أخدت البطولة أخذ مليون ونص ده رقم ضعيف بالنسبة لبطولة كأس الرابطة وبالنسبة كمان لإسم النادي الأهلي لو فاز بالبطولة آه البطولة جيدة البطولة حاجة كويسة لتجهيز كل اللعيبة البعيدة عن المشاركة خلال الشهر عشان اللعيبة تكون موجودة لكن فيه اعتبارات أخرى لازم نحطها في الاعتبار أولها زي ما قلت توزيع الفرق ثاني حاجة المكافئات المالية ترجمة نانسي قنقر